اشتركوا في القناة فرخ حسون صيد جديد فالكثير من من يذهب للأسواق لشراء فرخ الحسون التي تكون صيد جديد ومعظم الأحيان خاصة للمربين أو الهوات الذي لا يعرف كيفية التعامل مع هذه الحساسين تموت له هذه الفرخ وجب تطبيق بعض الشروط والتعامل مع الفرخ لكي لا تموت راح نشرح لكم جميع الخطوات منذ الشراء يعني كيف تختار فرخ الحسون وعند إحضاره إلى المنزل كيف تتعامل معه وما هو القفص الذي تضعفه وما هو الأكل الذي تقدمه له يعني كل التفاصيل تابع الفيديو والشرح راح يكون بالتفصيل عند ذهابك لشراء فرخ حسون أول حاجة يجب أن تفرق بين الذكر والأنت في غالب الأحيان الذكر التي تكون يعني ظاهر عندها الشارب أسود ولكن إذ كانت الفراخ صغيرة يعني عمرها يكون تقريبا شهر الشارب لا يكون ظاهر ويكون من الصعب التفرق بين الذكر والأنت ويجب أن تختار الفرخ وتقوم بمسكه بيدك ويكون صدره ممتلئ يعني لا يعاني من التسييف فكثير من الفراخ حديدة الصيد تكون تعاني من التسييف بسبب تغير الغداء عليها لأنها تكون تتغدى من البرية وعند استيادها يتغير عليها الأكل فتصبح معرضة لسوء التغذية ويظهر عليها التسييف إذن يجب أن تختار الفرخ الناشط والذي يكون صدره ممتلئ أما بالنسبة للتفرق بين الذكر والأنت سنخص فيديو خاص لكيفية تحديد جنس فراخ الحسون فبعد شرائك وفرخ الحسون الآن ننتقل إلى القفص القفص من الأحسن يكون متوسط أو صغير لا تضع الفرخ الحسون في قفص كبير لأن الفرخ يكون متعب بعد الصيد يكون متعب في الأيام الأولى وعندما وضعه في قفص كبير سيزيد يتعب الطائر دائما نضعه في قفص كما تلاحظوا هذا القفص مناسب يكون صغير وتضع فيه الماء في المشربية بشكل عادي والغداء أو بدور الأكل تضعها في المعلف الخاص بالقفص وكما نعلم فراخ الحسون حديثة الصيد لا تعرف كيف تأكل من المعلف ولا تعرف كيف تشرب من المشربية فإذا وضعت الفرخ مباشرة ممكن يموت وممكن لا يشرب الماء ولا يتغدغ لأنه لا يعرف سنضع الغداء في المعلف أسفل القفص والماء أيضا في أسفل القفص كما تلاحظوا أن نقدم دائما لفرخ الحسون هذا الخليط من البدور كامي خاصة بالحسون نضعها كما هي لا نضيف إليها أي شيء كما تلاحظوا نضع القليل من البدور في هذا المعلف سنضعه أسفل القفص لكي يأكل من الفرخ ونضع الماء في إيناء أو إيناء يكون صغير إذ كان الإيناء هذا كبير تضع في وسطه شيء ليقف عليه الفرخ لكي لا يتبلل بالماء الفرخ يكون صيد جديد كما قلنا يكون متعب فأنا دائما أستعمل هذا الفيتامين الذي يباع عند الصيدلية وكنت وضعت فيديو عليه في القناة فيتافورم دائما عندما أشتري أي حسون فرخ صيد جديد أضع له هذا الفيتامين يساعده في الأيام الأولى مرتين في الأسبوع ثلاث قطارات مرتين في الأسبوع هذه الخطوة مهمة والكثير من يخفل عنها وقد تكون سبب في موت فرخ الحسون لأنه كما قلنا لا يعرف الشرب من المشربية ولا يعرف الوقوف والأكل فوق المعلف والآن راح نطلق الفرخ في القفص ونكمل الخطوات اللي لازم أن نقوم بها وأين نضع القفص وجميع الخطوات اللي نتابعوه كما تلاحظوا تضع الماء والغذاء أسفل القفص بالنسبة للبدور فالكثير من يقوم بهذا الخطأ وهو إعطاء فرخ الحسون البراقة لوحدها كما نقول إحنا الساك هذا خطأ وقد يقتل الحسون دائما نقدم الخليط أي الميلانج دائما نقدم الميلانج في البداية فالبراقة لوحدها أو كما نقول إحنا بالعامية الساك يقتل لك فرخ الحسون عندما يكون صيد جديد انتبهوا من هذا الخطأ فالكثير من يقع فيه دائما تقدم الميلانج في البداية ويكون الميلانج يعني تاريخ الانتهاء يعني باقي له فترة طويلة يعني غير منتهي الصلاحية فبعد إطلاق الفرخ في القفص ووضع الأشياء التي ذكرناها الآن مكان وضع القفص مهم ففي البداية تتجنب مسك الطائر بيدك لأنه كما قلنا يكون متعب ودعيف تتجنب مسك الطائر تطلقه مباشرة في القفص وتتجنب الوقوف أمام القفص أو مدايقة الطائر في اليوم الأول أو اليوم الثاني تترك القفص في مكان هادئ ويعني الأيام الأولى لا تحاول إزعاج الطائر كثيرا لأنه يكون يخاف كثيرا والحركات التي يقوم بها في القفص تزيد تتعب الطائر وهو في الأيام الأولى يكون ضعيف وتعبان لازم في هذه الأيام يرتاح ويوجد من يغطي القفص بقطعة قماش لكي يهدأ الطائر في الأيام الأولى وأنا أفضل أن لا تقوم بتغطية القفص لا بقطعة قماش ولا بكرطون ولا بأي شيء تترك القفص كما هو فقط تضعه في مكان هادئ ولا تحاول إزعاج الطائر كثيرا وكما نعلم أن فراخ الحسون صيد جديد يكون فيها الخلعة أو كما نقول لها إحنا سترس فيجب أن تقدم في الأيام الأولى لفرخ الحسون حبوب الحلبة في المشربية وتقوم بوضع تلت حبات من حبوب الحلبة في المشربية لمدة 24 ساعة راح تخفف من الخلعة عند الحسون وراح يرتب ولا يعد يخاف كثيرا أو تضع ورقة نعناع ورقة أو ورقتين من النعناع في المشربية لمدة 24 ساعة أيضا أوريق النعناع تخفف من الخلعة عند الحسون وعند ملاحظتك بأن الفرخ بدأ في الشرب من المشربية وبدأ في الأكل من المعلف كما تلاحظه بعد إحضار الطائر تقريبا ربع ساعة أو نصف ساعة بدأ يأكل من المعلف هنا مباشرة تقوم بنزع الأكل والماء الموجود أسفل القفص لأن الطائر تعود على المشربية والمعلف ولكن حتى تتأكد تماما بأن الطائر شرب من المشربية وأكل من المعلف هنا تقوم بنزع الأكل والماء الموجود أسفل القفص لتكلمنا عليه في بداية الفيديو والفيديوهات القادمة راح تكون حول كيفية التعامل مع فرخ الحسون في مرحلة غيار الريش عندما تبدأ في تغيير ريشها وما هي الأغذية التي نقدمها وما هي الخضروات والفواكه التي يفضلها الحسون والطريقة الصحيحة لتلقيم الفرخ التغريد وما هو التغريد الجيد لهذه الفرخ يعني كل المراحل التي يمر عليها فرخ الحسون حتى يغير غيشها بالكامل كل هذا راح يكون في فيديوهات عن قريب تمنى أن الفيديو والمعلومات أعجبتكم والسلام عليكم